بسم الله الرحمن الرحيم من المهارات المفيدة جدا للإنسان يحصلها يعني هي المهارة بتاعة الرفض أو أنك أنت تقول لا أحيانا كتير بنتحط في مواقف بنحتاج عند لحظة معينة نحن نقول لا إحنا مش مكملين في الأمر ده أكتر من كده لكن تجد الناس لضعف في الشخصية أو لكسوف أو لخاطر أكتر من لازم لغيره فتلاقيه بيفضل مكمل في اللي هو بيعمله ولكن يترتب على ده دايما أذى على الإنسان لاستمراره في الاتجاه الخطأ خلينا نضرب كده شوية أمثلة يتضح بيها الأمر أكثر مثلا من فترة كان بيشتاكي ليه واحد من الشباب أنه هو مثلا عنده الخطة الإسبوعية بتاعته لكن كل شوية ليه صديق عزيز يأتي فيقول له تعالى نخرج نجيب بنترون تعالى نخرج نعود على الأهوة شوية تعالى نخرج نعمل مش عارف إيه وعشان هو صديق عزيز عليه ومش حابب يكسر خطره فتلاقيه دايما يقول له إيه حاضر 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 المحصل لأنك انت بعد شوية جدولك اللي انت عامله عمال طول الوقت يتدربك وطول الوقت مش بتعمل إنجازه مشتت بالأعزة من اللحظات حقيقي العلاقة دي هتبقى ثقل كبير عليك حتى أنك قد ممكن تتفكر أنك انت تتخلص من صاحبك أو هتبدل ماشي في نفس الطيار ويزدد ندمك بعدين فهنا الإنسان بيحتاج إن هو يفارمل غيره شوية بيحتاج إن هو يفارمله يعني أنا ممكن أقول له صاحبي وفهمه إن أنا مش فاضي خلال الإسبوع وبابقى فاضي مثلا كل يوم جمعة من بعض العصرية يعني أنا حاطت لنفسي إن الفترة بتاعته الطرفيه بتاعتي في التوقيت ده هو ده اللي أنا هخرج معاه هشوفه مش عارف إيه فابقى حفظت على جدوان اللي اللي أنا عايزه وفي نفس الوقت إيه قديت بعض أغراض صاحبي طب صاحبي زعل واتقامس ومش عارف إيه دي مشاكل ومش مشاكلك يعني الناس بالفعل عندها مشاكل كتير في التعامل مع الآخر وأحياناً عشان بيكون زائد وأكتر من اللازم لكن في الأول وفي الآخر العلاقات بتاعت الناس ببعض علاقات إيه يعني من الحاجات اللي دائما تنفعك فكرة الرصيد البنكي علاقتك بالناس أشبه بالرصيد البنكي فلا ينفع أن تتحمل على حد أكتر من اللازم بحكم إن هو صاحب ولا حتى أي حاج منفعش واحد يبقى بعيش مع مراته بالطول وبالعرض وبيعمل له وعايزه يقول يعني إيه آآ أيام الحب بنا كتير مش كده العلاقات اللي تكون لها ممكن يتم استنزافها حتى علاقة الأم بابنها ممكن يتم استنزافها فأنت من ناحية تكون عاقل ما تحملش على غيرك أكتر من لازم والشخص اللي بيتم التحميل عليه لازم يتعلم يفارم الإيه اللي قدام هينضرب أمثلة تانية تيجي مثلا واحدة كل شوية زي مريتها تيجي تقول لها آآ مش فاهمة كذا اشرحولي مش فاهمة كذا اشرحولي مش فاهمة كذا اشرحولي هتصور منك كذا فصاحبتها بايه بتزهق ولما تحب تركز شوية تبدأ تقول لها مسلا من نوعية ايه من تسلك بتكتمل علم آآ عايزة تبنتي الوحيدة للشطرة وتبدأ تخش بالنوع ده من الابتزاز في الكلام برضو هنا أنا كإنسان مش مش مطالب ان أنا أعطي اشرح لحد الكبيرة والصغيرة اذا كده العلم مش معنى أنا أعطي حرق وقتي أعطي اشرح للناس له للوقت أنا وراي حكتي فدايما الإنسان يكون منتبه لمصلحته أولا ثم يعين الآخر بشيء من المساعدة شيء من التوجيه فإيه فده معنى برضو ايه ننتبه إليه علشان ما نسبش العلاقات يبقى فيها إساءات لنا أو مضيعة الوقتين بتيجي مثلا واحد في الشغل حصل هايرينج في التيم لوحدة للأسف مثلا كان مستواها ضعيف جدا فهي كل شوية تجي تقول له عند البجل فلاني كذا مش شغال كذا مش بيعرف إيه فهو كل شوية يسيب اللي وراه هو مكسوف منها لسبب أو لآخر يعني بس المحاصلة هو مشتت فهو بيضطر لما روح البيت يكمل شغل بعد الشغل بتاعه علشان يعوض الساعات الشغل بتاعته فبرضو إحنا بنحتاج إن إحنا إيه إن إحنا نفارم للناس من القواعد الشخصية بتاعتي في مساعدة الناس اللي هي لابا سميها إيه شلوت ساعدتك دفع الأمام أظن أنها كانت جملة في مصرحية أو فيلم لما أنا أجي أساعد حد بحاول دايما ننتبه لأقصد هنا المساعدات الفينية بحاول أنتبه هل الشخص دوت شخص كويس في المجمل ولكن عنده بعض الخلل أو بعض المساعات النقص وبيحاول يسدها فلو ساعدنا فيها هيكمل لو الشلوت الصغير ده تلاقي تحرك لقدام حقا زقق كده تلاقيه مشي وبين شخص أصلا عنده خلل كبير في معارفه أو مهاراته أحيان كتير تبعت لي مسلا واحدة تبعى طالب الدكتوراه أو طالب ماجستير وقال لي ده أنا مش عارف كزا ومطلوب مني عملت بعد أسبوع وبعدين تيجي انت تبص تلاحظ ايه تلاحظ ان هناك فجوة مهارية ومعارفاتية كبيرة فده لا ده انت مش شخص تشرح الحاجة بسرعة أو توجيهه ده شخص عايز عايز كرس ولا حاجة أنا النوع ده من الناس بتجهله خلاص فقاعدة الشخصية بتاعتي في المساعدات الفنية هو الشخص ده عايز زقق يبقى كويس ولا الشخص ده أصلا عنده نقص معارف كبير النقص المعارف كبير ده حضرتك تروح تيه بصورة منظمة تحصله وتبنيه مش انك انت تقعد تفضل تزن على حد كل شوية انه هو يساعدك يساعدك لا أنا مش هنخلص وكذا يعني طبعا مش كل نوع للسنزاف بتبقى مساعدات ممكن مثلا ييجي مديرك دايما بصورة عامة في كل حتة في العالم في شكاوة من كفاءة المديرين في إدارة المشاريع دايما لما تلاقي الدنيا مقلوبة ورأس على عقب والتيم شغال للنهار تعرف ان هناك إدارة فشلة في المكان ده عادة فدايما كتير المدير يحاول انه هو يعالج مشاكله دي عن طريق انه هو يرمي شغله أكتر على الناس فتلاقي الناس مسحولة بقى وشغالة للنهار ومروح باللابتوب بطول الوقت والمقاسي دي برضو كتمن ضمن القواعد الشخصية ان انا على قد ما اقدر اكبر الشركات انها مصطفى بيشتغل وذين التمن ساعات وبيروح بيته ممكن اسبوع ولا حاجة في 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 مشروع ماشي اسبوع من شهرين وتلاتة واربعة اللي هي الضغوط المتفهمنا في الويك اند ده فانا دايما دايما البترن بتاعي بان انا لا انا اغلب الاسبوع ايه اغلب الاسبوع بتشتغل 8 ساعات بس فقط لغير احيانا بعض الشركات معروفة في الثقافة بتاعتها بدل 8 و10 و11 فلو دي ثقافة معروفة يعني هي مشكلة ادارية ده هي الثقافة مثلا شركة زي امازون شركة زي فيسبوك زي اه دي ابل لا الناس على قل 9 ل10 ساعات في اليوم في شركات تانية زي مثلا مايكروسوفت وجوجل لا الناس بتشتغل ست سبع ساعات في اليوم فما لم يكن ما لم تكن ازمة مدير وازمة مهارات انت دورك انك تخلق حالة من التدافع علشان تزبط الدنيا كان يجي مدير يقول له مصافة واخد واخد لابتوبك وقول له لا مش واخد لابتوب اللابتوب يتحط في الشركة ما اخدوش معاي ما كنتش بروح باللابتوب نادرا حتى عدت في كزا شركة ما بروحش باللابتوب بنا في فضلهم عشان ما حدش بعثلي بعد ما روح بيدي اه وهكذا يعني اه فزي ما احنا شايفين اه لو جينا نتأمل لا احنا هنلاقي ان ايه هناك انماط كثيرة بيتم الدفع علينا بصورة ايه بصورة اكبر من اللازم واحيانا حتى تكون السياقات غلط يعني ممكن تجي تعمل انترفيو مع الشركة فيقول لك لو عايز تشتغل معنا هتعمل التسك دي الطبيعي يعني لو هتاخد تسك في الويك اند ولا حاجة بقى حاجة زي تلات اربعة ساعات بكتير يوم يعني لكن مسلا انت تكتشف ان لا دي الطسك دي محتاجة شهر شغل ساعتها الناس دي بتستاهبل انت ساعتها بتقول له لا 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 مش اعمل الكلام ده اه وحصلت معي في شركة مرة قالت لي اعمل لي اخش اعدل لنا الفيتشر دي في البرودكت انت عايز نعطيب بالشهور اعدل لك مش عايز فعلي خلاص نغل الانترفيو براستورتر وغيرك مش عايز عاجة فانت دايما ايه يعني الخط الفاصل اللي بتحتاج تفارمل بيه الناس عودة للمستوى العلاقات داخل البيوت برضو احيانا كتير بيحصل للأسف في البيوت المصرية بالذات استنزاف للابناء اللي هما بيجبروا بيرجعوا استذفوا ابنائهم وبيجبروا استذفوا ابناء ومية حلقة مش عارفين ان انا خرجوا منها اي متى يعني فبتلاحظ مثلا ان داخل الاسرة ممكن الاخت مسلا تبقى دايما بتديع على اختها كتير بتستنزفها كتير العلاقة دي انت محتاج تقول فيها لأ يعني احنا عايزين نحافظ على وصل الارحم وكل حاجة بس لازم تنتبه ما بين الفارق ما بين ان انا اخينا قاتلوا شدوا جذب بيني وبين اخي اختي وبين ان العلاقة بيني وبين اخي تبقى عبارة عن استنزاف كان لأ اختي طول وقت تبتدي علي حاجات من هذا القبيل بيحتاج الانسان ان هو يقول لا. بيحتاج الانسان ان هو يفارمر اللي قدامه. بيحتاج يقض برد فعل. بل انا انصح مسلا ان في السنينيارات مسلا يجي اخر يضرب اخته. بتحتاج تعطرج. ما تحكش بقى مسلا زي القطة الكسيرة اللي هتضرب كل مرة. يعني زي من البعض يقول ايه? الخسائر بتاعة المقاومة دايما اقل من خسائر الاستسلام. الانسان اللي بيستسلم وبياخد فراصه دايما وضعه اسوأ بكتير من الانسان اللي بيقاوم. الانسان اللي بيقاوم بيفارمر اللي قدامه على قد ما يقدر. فلو في خسائر من المقاومة وخسائر من الاسلام. خسائر المقاومة عادة اقل. اه نفس الكلام تجده مسلا على التحرش الجنسي مسلا البنت اللي بيتم التحرش بها وبتسكت. مش زي البنت اللي بترد وروح تطالع على الجزمة اللي في رجلها وتشد وتقل ادبها وتاخد حقها باديه. يعني فيه انماط ايه? في العلاقات بين الناس? لا فيه انماط بتتعب نفسها بنفسها. وفيه انماط بتفارمر الازة عند ايه? عند قادر معين. نفس الحكاية داخل البيوت تجد مسلا حلقات كتير بين الابات الام مسلا با مع اي حاجة ملاش اي لازمة تروح داعي على ابنها ولا بنتها مسلا. فهو الولد يبقى حاسس طول الوقت ان هو مش بيبر ابو امه. بينما في الحقيقة ان الاب هو اللي بيعقق ابنه في المنزر ده. طبعا المساحة بتاعت الوصلة الارحمدي خطيرة علشان الانسان بيحتاج ان هو يضبطها فلا هو يفرط في الراحم لمجرد شيء من الاذة المعقول ولا هو في نفس الوقت يتمادى في علاقة مليئة بالاذة يعني. ها بحاول احط لكم الانكات تساعدك شوية في موضوع العلاقة الانسان بابو ومو يعني. طيب احنا هنا ضربنا امثلة كتيرة ارجو يا رب انها تكون بقت حضرة في ذهنك. انت بحاجة لان تميز متى تقول نعم? متى تستمر في امر ما? متى تفرمل? متى تنهي علاقة? متى تقول لا? يعني احيانا الانسان يحتاج يقول ينهي علاقته بصاحبه لان ده صاحب سايق طوال وقت بيستنزفني ما فيش امل فيه. الانسان بيحتاج ان هو ايه? يفرمل هي صاحبتها كانت كويسة بعد كده لبساها ساق بعد كده بقى بتقف مع شباب كتيرة انا سمعت وتطلقت معها الانسان بيحتاج ان هو يفرمل وقول لا لا انا ايه? العلاقة دي ايه? ما تلزمنيش اكتر من كده. مهارة الرافض ومهارة الانهاء ومهارة ضبط للحدود عند الاخر مهمة جدا. طيب احنا كده ضربنا بمثلة كتيرة ليه علاقة بالاخر. احيانا بقى وده جزء خفي. الانسان يحتاج يقول لنفسه نفسها لأ. احيانا الانسان يحتاج يقول لنفسه فارميلي. مثلا اه في واحدة كانت تشتكي من قريب انها قاعدة بقالها تلات سنين عمالة تجرب مع البرمجة ولحد ما يقسته واحبطت وخالص. فلم تيجي تتأمل يعني تلات سنين علشان كانت قرر ان انا همشي في المجال ده ولأ لأ ده في حاجة غلط. ده احنا كنا ممكن ناخد كرس برمجة في شهرين نعرف البرمجة دي تناسبنا ولا ما تناسبناش. همشي في شهرين وهعرف وينسبني ولا ما يناسبنيش. فكون انسان يفضل عايش طول الفترة دي. لأ ده انت كنت محتاج تقول لنفسك كده مش نافع مش ده الطريق نشوف حاجة غيره. فتجد ان الانسان احيانا يبقى مش عايز يبقى شاف نفسه فشل في حاجة. احيانا يبقى مش عايز الناس تقوله ان انت كنت تشغل في كزا وسبت كزا. احيانا تلاقي الانسان يعني اه يعني مستخسر الوقت اللي هو استثمره في حاجة. فتلاقي مش عايز يفارمل نفسه. المشكلة ان هو لما بيكمل لازم هتتأذى اي علاقة كنت المفروض تفارمل فيها نفسك بدري لو كملت انت الخاسر الوحيد فيها. تجد مثلا واحدة تزوجت. اه بدري بدري باين ان الراجل اه سيء الخلق. وعنده مشاكل حادة. فهي كانت ممكن تخرج من العلاقة بسرعة. هي مش عايزة يتقال عليها انها مطلقة. مش عايزة يتقال عليها انها فشلت في بيتها. فبتكمل في العلاقة وتقول بكر اتحسن يفضل يضرب فيها ويشتم فيها ويهين فيها ودعتين تخلف منه عيل. والعيل يشوف كمية قلة الادب دي فيكبر ويبقى مشوه نفسيا. فمهما استمرت في العلاقة لا تجني منها الا الادة. لحد ما تبقى عبارة عن مسخ ماشي على الارض. والانسان لما تضطرب حالته النفسية بتؤثر على كل حاجة فيه بتأثر على راقته بربنا وعلاقته بالناس وعلى موده وعلى انجازاته. يعني كن الانسان حريص طول الوقت على سلامته النفسية دي حاجة في غاية الاهمية. فانت حتى مع نفسك لازم تتعلم امتى انا محتاج افرملها. علشان لا ما يحصلش الاضطراب دوت او الاحباطات نتيجة ان انا فضلت مكمل. احيانا في مساحات تانية تجد الانسان مثلا هو يعني 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 مثلا كان في حد بيحكي لي من فترة ان هو يعني دخل في طريق الاباحيات بقى كده دخل في طريق ان هو يتكلم مع بنات يبعطوله صور ويبعطلهم صور وبدأ الموضوع يتطور لمراحل مهباب ستين نيلة. لحد ما هو بدأ يقول لي نفسه ان مش ده مش ده مش ده مش ده انا. فهو هو اتأخر. فحاول ما تتأخرش. احيانا الانسان يحتاج يقول لي قضية الاباحيات لا. ان انا محتاج ان انا اواجه نفسي اكتر من كده. جزء كبير احيانا كتير من الاباحيات ما بيكونش هو الرغبة الجنسية. جزء منه بيكون اللي حصل في دماغ الانسان من تلف. بيكون الارتباط الشرطي اللي حصل. اول ما البيت يفضل انا بخش اتفرق. يعني تجد ان الانسان قاعد عادي طبيعي. اول ما الباب ايه ايه امه تخرج والباب بتفجأ اي افضلات لقى الموضوع سغل في دماغه. فلو اخدت بالك الارتباط الشرطي هنا مؤشر انها مش قضية احتياجات محتاج يسدها. ده قضية ايه? قضية خلل حصل في سلوكه وافكاره. فالخلل ده الخروج منه ايه? عشان كده حتى بعض الناس تقولك ايه? اللي بيتزوج وعنده مشاكل حد ده مع الاباحيات اللي دلاج ما بيحلوش مشاكله. لان هو اصلا للمشاكل ما كانش نتيجة احتياجات. ده كانت اعراض لحاجات تانية. فتلاقيه اتجاوز ولابس في الحيطة او اتجاوزت ولابسها في الحيطة برضو. فانتبه للموضوع ده. حتى نفسك في 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 الحرام في الخطوط العريضة بالذات لازم تحتاج انك انت تقول لها لا. ولازم تجاهدها وبموتها القوة. ولو استسلمت يعني تجد واحد واقع في الاباحيات وقول لك نفسك انا جربت كتير ومش عارف اخره. فاللغة الاستثلام ديت لغة قاتلة. زي ما ده بنقول ايه? خسائر المقاومة دايما اقل من خسائر الايه? من خسائر الاستثلام. يعني لو انسان استسلم في اي علاقة غلط او استسلم لاباحيات او استسلم ايه حاجة تلاقيه من سيء الاسوأ. بينما لو قاوم كان لقيه بيفارمل نفسه او بيفارمل الاخر عند حد ايه? عند حد معين. يا ربي كده الفكرة العامة بتاعت المهارة دي تكون حضرة. اه لو ركزتوا فيها الجزء كبير من المهارة دي لقلاقة بالشخصية. يعني الانسان كل ما تقوى شخصيته وكل ما تقوى عزمته تلاقيه عارف يفارمل نفسه او وغيره بدري. وكل ما تضعف تلاقيه عنده ايه? شوات مشاكل. عايزين نرجع بسرعة للحتة بتاعة الرفضة للاخر اللي هو الشقة الاولاني من الفيديو. ونبع على شوية التنبيهات. المعنى الاولاني لما تيجي ترفض الناس خليك شخص محسن في كل حاجة في حياتك. بقدر المستطاعة. يعني ارفض الناس بلطف. الاحسان للناس في كل شيء امر حسن للغاية. فانت صاحبك جاي يطلب منك ما 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 تقفش عليه. ما ما تتجهلهوش. حاول تشوف ازاي ممكن توصل رسالتك بايه? بلطف وباحسان وبصورة ظريفة وايه? وبصورة انيقة جدا يعني خلاص. حاول تخلي ده طابع طابع في حياتك. المعنى التاني قضية الاسباب. احيانا احنا عندنا رفض لشيء. فاكيد في اسباب انت تعرفها. لكن يبقى السؤال عايز تقول للناس الاسباب او عايز تقول الاسباب لاي درجة. احيانا يكون من مصلحتك ان كنت متقولش للناس اسباب خالص. لان الناس بتاخد من الاسباب بوابة ان هو يحاول يجدلك عشان يقنعك بان ايه? ان احنا نفضل نعمل اللي احنا بنعمله. فتلاقي نفسك بقيت واقف في موقف ان في حد عمل يضغط عليك عشان تفضل مكمل. فاحيانا يكون الافضل انك انت تقول ايه? لا تقول اسباب اصلا. يعني انا قررت كده. ليه? انا مرتاح نفسيا كده. احيانا العكس. احيانا الانسان يحتاج يقول لا. ويحتاج يقول الاسباب. ويكون ده مفيد لو هو شايف انه ممكن تكون اسباب تكون غلط. يعني نفرض ان واحدة بيتقال لها مسلا اه ليه مش عايزة فلان اتقدم احمد اتقدم لمونة. مونة هترفض? خلاص? هل هي هتقول اسباب الرفض بتاع الخطوبة دي ولا لا? او الضغط عليها انها تكمل في الخطوبة ولا? دي قرار ايه? يرجع لها. على حسب. يعني مثلا ممكن تكون واحدة شايفة ان انا مش عاجبني العريز ده علشان شكله مش حلو? من حقها. ومن حقها بالمناسبة اي واحد ترفض هي عارس لايه سبب في الدنيا الجاو بتاع الامهات بتاع اه بترفوص النعمة والكلام ده كله كلام فارغ. يعني ايه في الشارع من حق المرأة ترفض العريز زي ما هي عايزة. فهي شايفة ان هي مش مرتاحة لشكله خلاص لحاجة تخصها. هنا مش محتاجة تقول للناس اسباب. لان هو بعد نفسي. مثلا واحدة شايفة ان ما فيش اي توافق عاطفي. يعني شهر اتنين ده كيني عدم عزميلي. لأ كده البعد العاطفي مش موجود. واحدة شايفة ان الانجزاب الجسدي والجنسي مش موجود خالص. يبقى خلاص يبقى ما فيش داعي يعني ايه موضوع مطول وما فيش مش حاجة بتيجي بقى خلاص مش هينفر. دي دي نوعية الاسباب النفسية دي بالذات ما انتاش محتاجة تقولها للناس خالص. لو في المقابل مثلا واحدة بترفض لانها طالبة في سنة رابعة ووراها دراسة وعايز اتركز وجهة نظر كويسة. بس ممكن يكون الاخر عند وجهة نظر كويسة لو عرضنا عليه الاسباب. يعني يعني ايه ننتفع وممكن ان تكشف ان احنا وجهة نظرنا ما هيش اقوى حاجة في الدنيا. فانت محتاج تسأل نفسك انا وانا جاي يرفض. عايز اقولي الاسباب لاي درجة. ممكن بقولش خالص. ممكن اقول شيء قليل. ممكن اقول شيء الكثير. على حسب احتياجك ان الناس تعرف سبب رفضك. وانتفاعك من النقاش حوالين الرفض ده. لو انت مش عايز نقاش يبقى من الاول ايه? تحاول تستخدم جمل عامة علش انا مش مرتاح دلوقتي يمكن بعدين حاجات مني. لو لو قدامك بيغطت عليك كتير ممكن تحاول ترمي بعدين. طب سبنا فكر شوي. حاجة كده اتموت بيها الحوار عشان ننهي الزن وبعدين انا بقى احاول ايه? اهرب منه اه بصورة تانية. آآ فده ايه? فده المعنى بتاع آآ موضوع ايه? آآ موضوع انا كده خلاص خلصت يعني? يا رب الفكرة العامة آآ تكون واضحة. آآ خلي بالك. آآ انا يعني آآ الموضوع اللي حد نتكلم فيه ده مهارة انت محتاج تجودها عشان تتعلم من منطقة الوسط الصح اللي انت تقول فيها لأ. يعني مثلا ممكن يجي واحد يقول له اخته مسلا هاتي لي كوبات مية فتقوله مهات لنفسك. ممكن ده يكون موقف صح ممكن يكون موقف غلط. لو الاخ ده اخ كويس معها معاملاته جيدة الموضوع ده مش متكرر منه. فعادي تقوم تجيب لاخوها ده من الاحسان يعني. ومن وصل الارحام. لو اخوها ده من النوع اللي هو طول الوقت نايم في السرير وعايز الكوبات الشاي تجيله حد يجي يفتح له النور وهضومه مترميه في كل حتة وشخص مهمل. لأ ده اللي زي ده ايه? يتقل له لأ اكتر لمصلحته قبل كل شيء. فانت محتاج تميز الحد الايه? الحد الوسط. مسلا زميلك لأ ساعد الناس مساعدة الناس باب خير كبير جدا وزكاة عن علم وكل حاجة. لكن ايه? في فارق بين المساعدة اللي هي اه يعني زيادة عن وقتي وبين المساعدة اللي ايه? اللي تحرق وقتي وتضيعني. اه فخليك شخص هاي اللي ينساعد الناس احسن الى الناس. اه في المساحات اللي نفسك تطوعك تكاوك توقع الله فيها. لكن انتبه الخط اللي بعده تبدأ انت تتأذى بقى من الشيء خلاص? فهي مهارة حياتية انت تحتاج خلال حياتك تي ايه? تحاول تجودها. علمكم الله منفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما وافتكرون ابداعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.